دشنت جامعة البحرين بالتعاون مع شركة الخليج سي اكس المتخصصة في خدمة العملاء مشروعا جديدا يهدف إلى خدمة الطلبة بشكل أفضل تحت مسمى مركز خدمة الطالب والذي يوفر خدمات استشارية تفاعلية في كل ما يخص الطالب في حياته الجامعية ابتداء بالقبول والتسجيل وانتهاء بإخلاء الطرف في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تطوير أداء الجامعة والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها ووضع السياسات السليمة إيزاءها وتقييم جودة الخدمات المقدمة للطالب دشنت جامعة البحرين بالتعاون مع شركة الخليج سي اكس مشروعا جديدا يمثل واجهة مركزية تفاعلية لخدمة الطالب إذ سيتم التفاعل مع ما يرد في برامج التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها جامعة البحرين للطالب هو افتتاح مركز خدمة الطالب وهي منصة تفاعلية مركزية تتفاعل مع أسئلة الطلاب واستفساراتهم سواء كان في قضايا قبولهم وتسجيلهم أو القضايا الخاصة بشؤون الطلبة والفعاليات التي تقوم بها الجامعة ذلك كلها من أجل تسهيل الأمور التي تشغل الطالب وقد يكون عنده في صعوبة لإيجاد جواب مناسب له نحن طبعا شركتنا تختص بمراكز الاتصال في الفترة المضط تم الاتفاق والتعاقد مع جامعة البحرين لإطلاق مركز خدمة الطالب والتي تقدم خدمات عبر تكنولوجيا حديثة من عدة قنوات مثل قناة التواصل الاجتماعي قناة الواتساب، الدردشة عبر الويب وطبعا الاتصالات الصوتية طبعا الشركة توفر الخدمة باللغة العربية والإنجليزية تم تدريب الموظفين جميع الموظفين الذين يعملون بمركز خدمة الطالب هم خرجين جامعة البحرين ويهدف مشروع خدمة الطالب إلى تقديم خدمة لطلبة جامعة البحرين في كل مراحله في الحياة الجامعية وهو قائم على التنسيق مع عدة إدارات في الجامعة التي تعنى بالطالب والتي تربط أكثر من ثمان إدارات في آن واحد أهم أهداف المشروع هو وجود منصة مركزية تفاعلية للرد على كل ما يهم الطالب في الحياة الجامعية طبعا المنصة هذه تخدم الطالب في كل الجهات المختصة بالجامعة يعني في السابق كان عندنا الطالب يمر على تسع جهات في الجامعة على أساس يعني يحقق بعض الأهداف المرجوة الآن التسع جهات هذه أصبحت تحت منصة تفاعلية مركزية للرد على الطالب يعني كل المشاكل التي تم طرحها من الطالب سوف يتم حصرها في المنصة هذه وتقديمها كتقارير دورية للجامعة وبالتالي الجامعة تقوم بتقديمها للجهات المعنية لاتخاذ الحلول اللازمة لحل المشاكل هذه بشكل جذري وسيوفر مركز خدمة الطالب عددا من قنوات التواصل مع الطلبة ستبدأ بالمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني وستضاف إليها جملة من القنوات الأخرى بحسب تفضيلات الطلبة لتوثيق شكوى واستفسارات الطلبة وعدم وجود جهة مركزية لخدمة الطلبة والرد على استفساراتهم هذا التغيير الجذري التي قامت به جامعة البحرين ساعد الكثير من الطلبة في تسهيل مهمتهم في الحصول على الخدمات المقدمة من الجامعة دون الحاجة إلى عناء الانتظار والوقوف في الطوابير الطويلة هذه الخدمة التي يقدمها هؤلاء الموظفين تأتي خدمة للطلبة لتغنيه عن التنقل بين إدارات الجامعة بشكل عشوائي لطلب الخدمة أو دخول الطلبة إلى مقارات عمل الموظفين مما يسبب إرباكا لعملهم من مركز خدمة الطالب طلال نايف لمركز الأخبار تفزيل البحرين ترجمة نانسي قنقر